إذاعة سلطنة عمان تقدم لقد كانت نزواء معقر القادة العظماء أموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية تطواف نسبوعي في ربوع مدينة التاريخ والعلم والتراث وأهم الفعاليات والمناشط الثقافية التي ستشدها في احتفائية عاصمة الثقافة الإسلامية 2015 نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية شهبات نادت بالظفور عرخت زماما طائعا يا هواب يا هواب كل الرواسي والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرات نزواء نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية يأخذنا في ربوعها خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد سليمان بن علي البعمري ونائلة بن ناصر البلوشية في التقديم نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني أهلا بكم أعزائنا في حلقة خاصة من برنامج نزواء عاصمة الثقافة الإسلامية نقدمها من مدينة نزواء حيث تجتمع في رياضها قوافل الشعر وأزاهير القصة القصيرة وإبداعات المسرح والمقال والفنون التشكيلية في حلقة اليوم سنواكب فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى الأدبي والفني للشباب ونطوف على فعالياته ومناشطه ونقرأ ما تيسر من النصوص المشاركة فيه وستكون لنا وقفة مع بعض المشاركين فيه لنسترجع معهم ذكرياتهم مع هذا الملتقى ومشاركاتهم الأولى فيه فأهلا وسهلا بكم حدث بديتك عن أمجادها شعراء وانثر علي لا تراني ملع لا نثراء حدث عن المجد مختالا بساحتها يدوج الصيد من أبنائها فخرا حدث بديتك عن أمجادها شعراء وانثر علي لا تراني ملع لا نثراء حدث عن المجد مختالا بساحتها يدوج الصيد من أبنائها فخرا هادي عمان هادي عمان العلا أهلا ومرتبعا تجدد الدهر في وثباتها الكبرى نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمان احتفاءا بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية افتتح صباح الأحد التاسع من أغسطس 2015 بجامعة نزوى فعاليات الملتقى الأدبي والفني للشباب في دورته الحادية والعشرين رعى حفل افتتاح الملتقى مع علي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بحضور عدد من المهتمين بالأدب والثقافة والفنون تكمن أهمية الملتقى الأدبي والفني في كونه محفلا سنويا تحلق من خلال أغصانه طيور الأدب والفن لتملأ آفاق عمان شعرا ومسرحا وفناء ومن هذه الرؤية يأتي الملتقى الأدبي والفني كل عام ليجمع لفيفا من المثقفين والكتاب والفنانين ليناقشوا قضايا الأدب والفن وينقل الأقدم منهم إلى الأحدث رؤيته وتجربته في الإبداع والحياة وشهدت أيام الملتقى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الأدبية والفنية وقراءات للنصوص المتأهلة في مجالات الشعر الشعبي والشعر الفصيح والقصة القصيرة وسيكرم الفائزون بالمراكز الأولى في الشعر الفصيح والشعبي والقصة القصيرة والمراكز الأولى في البحث والنص المسرحي الذين استحدثا في دورة هذا العام وإلى جانب ذلك يشهد الملتقى ندوات نقاش حول مختلف قضايا الأدب والفن بالإضافة إلى حلقة للفنون التشكيلية بدأت قبل أيام الملتقى وتواصلت معه عبر معرض للخزف بمشاركة مجموعة من الفنانين العمانيين الشباب وقد استحدث الملتقى هذا العام مجموعة من الأفكار الجديدة نتعرف عليها من خلال الأستاذ محمد اليحيائي مستشار وزارة التراث والثقافة وعضو اللجنة الرئيسية للملتقى الأدبي والفني للشباب الحادي والعشرين ورئيس اللجنة الإعلامية لهذا الملتقى مرحبا بك أستاذ محمد في برنامج نزوع عاصمة الثقافة الإسلامية مرحبا بك سليمان ونائلة شكرا جزيلا على تواجدكما معنا طيلة أيام هذا الملتقى أهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد لنبدأ معك من دلالة التسمية الملتقى الأدبي التسمية الجديدة للملتقى الأدبي الفني والفني للشباب ما دلالة هذه التسمية والجديدة الذي تحمله خاصة أنها جاءت بعد عشرين عاما من المسمى القديم للملتقى نعم صحيح يعني هذا الملتقى كما تعرفون انطلق قبل عشرين عاما من خلال ما كان يعرف يومها بالهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية وكان يستهدف المبدعين الشباب وكان التركيز أكثر في تلك الفترة قبل عشرين عاما على الجوانب الأدبية السائدة أكثر أكثر حضورا وانتشارا في الساحة تحديدا الشعر يعني بشكله الفصيح والشعبي والقصة القصيرة لكن فيما بعد الحقيقة يعني بعد يمكن خمسة أو ست سنوات لا أستطيع أن أذكر جيدا انضم يعني للملتقى أو أضيفة الفنون البصرية وتحديدا الفنون التشكيلية فكان الملتقى يصاحب دائما بتجمع لعدد كبير من الفنانين التشكيليين في ورش متخصصة في التشكيلية المختلفة بعد ملتقى العام الماضي شكلت لجنة في مزارة تراث الثقافة وشرفته برئاسة تلك اللجنة لعادة ربما النظر في هذا الملتقى واختراح أفكار جديدة لتطويره والذهب به ربما إلى مرحلة دفعة أخرى مختلفة فطبعا بعد سلسلة اجتماعات لهذه اللجنة مع الزملاء الذين يعملون في هذا الملتقى يديرون هذا الملتقى على مدى سنوات طويلة طبعا فكرنا في أنه لابد أيضا من تغيير التسمية حتى نكون عادلين وجود الفنون الوصرية يعني وجودة التشكيليين تحديدا في حين هذا الوجود غير ممثل في العنوان فتم تغيير العنوان من باب تكريس هذا الجانب هذا ملتقى لإبداعات الشباب الأدبية والفنية نعم طبعا من الفعاليات الفنية التي أيضا استحدثت هذا العام معرض برطوريه الأدب وهذا الأول مرة يقام في الملتقى الأدبي أيضا أتمنى أن تعرف المستمعين به أكثر وتتحدث عنه نعم كانت لدينا في الحقيقة فكرتان الفكرتان لتجسير العلاقة بين الأدب وبين الفن بين الأدب وبين الفنون تحديدا الفنون البصرية الفكرة الأولى هي برطوريه الأدب برطوريه الأدب هو يعني تأخذ صور الفائزين بجوائز الملتقى في الدورة السابقة وتعطى لفنان رسام وجوه متخصص من التشكيليين المتخصصين وهذا العام هو التشكيل المعروف سليم سخي ترسم هذه الوجوب ويقام معرض فهي من هنا أعمال فنية تشكيلية ومنها هي وجوه لكتاب كتاب شعر شعراء وكتاب قصة الذين حصدوا جوائز العام الماضي فيعرض للمتواجدين المشاركين والجمهور وفي اليوم الأخير ستهدى هذه اللوحات لأصحابها للكتاب فنوع من أنواع التقدير أيضا والاحتفاء بهذه الأسماء عبر الفنان تشكيلي هذا التقليد سيستمر يعني وجده ليستمر طوال السنوات القادمة يعني واحدة من المحفزات لخوض المسابقة ليس فقط الجائزة المالية هو أيضا أن تجد نوع من أنواع الرمزية التي تبقى معك وتأخذها إلى البيت في لوحة مرسومة بريشة فنان تشكيلي الفكرة الأخرى الحقيقة التي لم نتمكن من تحقيقها هذا العام لظروف كثيرة لها علاقة أيضا بالوقت والتحضير هي مسرحة الأدب طرحنا فكرة هنا بفورتوريه الأدب وهنا مسرحة الأدب مسرحة الأدب تقوم إما على اختيار أحد النصوص القصصية الفائزة في مسابقة الملتقى الأدبي وتمسرح تعطى إلى كاتب مسرح أو إلى سيناورست وتخصص يحولها إلى مسرح بحيث أنه كاتب القصة يأتي في العام التالي ليرى شخوصه التي كتبها على الورق حية تتحرك على خشبة مسرح مجسدة في أشخاص أو طبعا نحن استحدثنا أيضا جائزة المسرح كما ذكرتم في التقديم أو اختيار أحد النصوص المسرحية الفائزة ومسرحتها في الدورة القادمة طبعا إن شاء الله في الدورة القادمة سيكون هناك مسرحة الأدب وهذا بهدف أن نجمع تماما بين جناحي هذا الطائر الملتقى بين الجناح الأدب وجناح الفنون التشكيلية والبصرية ربعا الأفكار كثيرة في الحقيقة ولكن ربما السنوات القادمة ستحمل إضافات أخرى إلى جانب ما تحققه في دورة هذا العام أيضا حتى في بورتريه الأدب أستاذ محمد بإمكان تحويل أيضا النصوص المتميزة إلى لوحات تشكيلية لملاء وصاحب الملتقى أيضا معرض من هذه النصوص هذه فكرة جيدة جدا خصوصا الشعر أنه ممكن بالفعل يحول ولكن أعتقد أنه ندخل في منطقة أخرى قليلا لأن تحويل النصوص الأدبية إلى لوحات فن تشكيلية تحتاج في الحقيقة إلى جهد أولا وإلى وقت ثانيا وإلى حساسية فنية حساسية فنية عند الفنان التشكيلي يعني علاقة الفنان التشكيلي يجب أن تكون علاقة وثيقة بالأدب تحديدا ذكرت المسرح وأريد أن أسألك من هذه النقطة طبعا يحسب للملتقى الأدبي هذا العام أنه أضاف مسابقة المسرح وأيضا مسابقة البحث لكن يؤخذ عليه أنه أعلن عن هذه المسابقة قبلها بشهر قبل قامة الملتقى وأنت تعرف أن كتابة نص مسرحي يأخذ وقتا طويلا لا يمكن أن تكتب نص مسرحيا فقط من أجل المشاركة في ملتقى صحيح أن الإعلان لكل الفنون يعني الشعر والقصة ولكنهم يعرفون من أول عام أن الملتقى سيقام ليسوا بحاجة إلى إعلان بينما كتاب المسرح وكتاب البحث فوجئوا بأنه بعد شهر يجب أن يكون لديك نص جاهز أو بحث جاهز نعم هذه ملاحظة سليمة سليمان لكن هو الإعلان في الحقيقة مش قبل شهر هو الإعلان كان قبل حوالي ثلاثة أشهر من منطلاق المسابقة وأنا أتفق معك تماما الكتابة يعني نص مسرحي يحتاج إلى وقته هذا بالتأكيد الآن في بال في بال اللجنة المنظمة لهذا الملتقى يعني لأن يكون الإعلان بوقت مبكر في العام القادم ولكن أيضا نحن تحركنا عبر التواصل الشخصي مع بعض الشباب الذين يعملون بالمسرح ومن خلال أيضا المسرحيين المعروفين في البلاد لتشجيع لإيصال الفكرة لكتاب المسرح ولكن أيضا في الحقيقة هو تجربة الكتابة للمسرح يعني ليست تجربة متحققة بذات الدرجة التي تحققت بها تجربة الأشكال الأدبية الأخرى تحديدا السرد والشعر وهذه واحدة من الأسباب التي جعلنا نحن الآن بالفعل يعني جعلتنا استحداث هذه الجائزة والدفع بها لخلق بالفعل نصوص مسرحية يعني تقدم إلى الفرق الأهلية للفرق الخاصة أو غير الخاصة وأن تكون هناك هذا الالتقاء بين ما يكتب محليا بأقلام كتاب عمانيين وما يقدم أيضا وكان في عرض مسرحي أنتم حضرتم هذا العرض المسرحي لفرقات الدن البارحية بمعنى أن المسرح أساسا هو جزء أصيل من الملتقى على مدى السنوات الماضية لكن نريد أن نطور هذا الجزء من أن نستعين فقط بفرق بنصوص مسرح بعروض مسرحية منجزة إلى عروض تنجز خصيصا للملتقى نعم هل هذا يعتبر من آمالكم من أهدافكم في تنظيم الملتقى وخاصة أنك أستاذ محمد أنت ودكتور أهلال حجري مدير عام المديرية العامة للأداب والفنون يعني للمرة الأولى ربما تخوضون هذه التجربة تجربة التنظيم التنظيم نعم تجربة التنظيم صحيح صحيح يعني أنا في حقيقة تشرفت بالعمل في هذه الوزارة من تقريبا قبل عام وقليلا وصديق العزيز الدكتور أهلال أيضا التحق بالعمل ونحن نعمل يعني يعني كلفنا وشرفنا في أنه يعني محاولة تطوير هذا المشروع المتعلق بإبداعات الشباب الأدبية والفنية صحيح نحن يعني أنه ربما لأول مرة أنا بالنسبة لي وربما أنه أيضا الدكتور أهلال المشارك في تنظيم هذا الملتقى ولكن لكلينا أيضا تجاربه يعني الخاصة في إدارة الفعاليات والأنشطة يعني أنا لتجربة قديمة هنا يعني في البلاد يعني في مطلع التصينيات في إدارة كانت الإشراف على لجنة مهرجان الشعر العربي على ثلاث دورات وأيضا الإسهام في إدارة بعض الأنشطة من خلال النادي الثقافي أو بعض المؤسسات الأخرى لكن الجزء الأهم من هذا الموضوع أنه نحن لدي أن هناك فريق عمل متمرس من الزملاء الذين يشرفون على تنظيم هذا الملتقى على مدى سنوات طويلة لدينا خبرات حقيقية الحقيقة هم الأساس يعني نحن جميعا طبعا نفكر معا بصوت عالي نخطط معا ولكن عندما يأتي وقت التنفيذ لدينا الأدرع الحقيقية التي تنفذ هذا الملتقى وتديره نحن كالعديد من الزملاء الذين يستحقون كل الإشادة على جهودهم يسهرون يعني يوصلون الليلة بالنهار هنا حتى في الفندق يعني يذهبون إلى غرفهم متأخرا ليستيقظوا ليكونوا أول من يستيقظ تحضيرا لهذا الملتقى فهناك فريق عمل بالفعل لديه الخبرة ولديه القدرة ولديه الكفاءة ولديه الرغبة نعم إذن أنا طبعا أحد أبناء هذا الملتقى ويعني أفخر بمشاركاتي في السابقة والتي بدأت في صحار وأيضا أول ملتقى في نزوة عام 98 كنت مشاركا فيه هذا يدفعني إلى سؤال هناك كثير من الأسماء الأدبية في الشعر والقصة اليوم وشاركت يعني الملتقى ساهم في بناء هذه الأسماء هل هناك أرشيف لدى اللجنة المنظمة للملتقى الأدبي بأسماء المشاركين أو الفائزين بحيث يبقى للتاريخ أولا وأيضا للاستمرارية الإبداع وعدم الاقتصار فقط على المشاركة في الملتقى طبعا يوجد أرشيف يعني يوجد توثيق لكل المشاركات في هذا الملتقى طبعا أسماء الذين شاركوا تحديدا الذين أحرزوا جوائز هذا الملتقى على مدى العوام الماضية ويوجد أرشيف أيضا للنصوص التي فازت التي شاركت لنا هناك كتاب سنوي صاحب هذا الملتقى تحت عنوان قطوف هذا الكتاب موجود طبعا هذا جزء ثميل يعني من ذاكرة الملتقى التي يتم الحفاظ عليها ولكن أيضا نرغب في أن يتم التعامل معها أيضا بطريقة مختلفة بحثنا تقدم وتحية أكثر أنا أشرت مرة في المؤتمر الصحفي كنت أنت حاضرة نائلة أنه بالفعل نطمح أنا أتمنى شخصيا أن يتحول هذا الملتقى من كونه يعني نشاطا سنويا إلى حالة ثقافية مستمرة هذا لن يتحول إلا بالمتابعة يعني والوزارة كجهة ترعى هذا الملتقى على مدى كل هذه السنوات وترعى هؤلاء الكتاب الذين يعني بعضهم عبر مرحلة الشباب إلى مرحلة النضج الأدبي أصبحت لديهم إصدارات موجودة ومعروفة حتى على الساحة العربية أن يتم التعامل معهم بمعنى أنه من يحصد جوائز الملتقى لا يكتفى أنه يسلم جائزة وينتهي الأمر ولكن ربما يتم دعوته للمشاركة في أنشطة أخرى ومسيات أخرى إن كان داخل السلطنة أو حتى الدفع به لمشاركات خارجية يعني معناه توسيع هذه النافذة نافذة مواجهة الناس ومواجهة الجمهور والشعور بالثقة والإحتكاك وتشبيك العلاقات والاستفادة من خبرات الكتاب والفنانين الأكبر سنا وهذه الآن واحدة من الأفكار التي نتمنى هذه الفكرة التي قلتها سيد محمد فكرة جميلة وكان معمولا بها ربما في بدايات سنوات الملتقى الأولى ولكن الملاحظة أنه سنوات الأخيرة لم يعد هناك نفس الاهتمام بالفائزين على الأقل أو المشاركين بالملتقى الذين أثبتوا وجودهم في الشعر والقصة بمعنى أنه فقط نسمع أنهم فازوا ثم لا شيء آخر بعد ذلك هو أنا بأمانة يعني لا أستطيع أن أتحدث عن الفترة الماضية بحكم أني كنت يعني بعيدا خارج بلاد وما تابعت بأمانة يعني ولكني منذ عدت يعني ومنذ أيضا التحقت بالعمل في هذه الوزارة وأيضا بكل صدق وبكل أمانة أقول أنه أشعر أن هناك اهتمام يعني كل ما قدمنا من أفكار حتى الآن تماما رحبة بها يعني من قبل الوزارة من قبل طبعا أصحاب القرار في الوزارة يعني فكرة تطوير هذا الملتقى كل الأفكار رحبة بها يعني لم ترفض ولا فكرة واحدة لم تقدم ملاحظة حتى على فكرة واحدة كل الأفكار رحبة بها لكن طبعا أنتوا تعرفوا جيدا هناك لدى هذه المؤسسات أيضا يعني أولويات كثيرة ومشاغل كثيرة اهتمامات كثيرة وأيضا مرتبطة الأمور أيضا بالموازنات يعني بموضوع له علاقة بالتمويل لكن أنا أشعر تماما أن العمل الثقافي في الحقيقة لا يتطلب موازنات مالية كبيرة يعني هو يتطلب بغبية الحالة لكنه يتطلب تخطيط ورؤية واضحة وجود التخطيط ورؤية واضحة وهذا ما نستشعره الآن في وزارة الثقافة فهناك يعني الرغبة لأن توجد يعني خلينا أصفها بين قوسين باستراتيجية للعمل الثقافي بعيدة المدى في السلطنة في البلاد فيوجود هذا التوجه هو حتى الآن يعني يعطينا هذا القدر من التفاعل أن ربما نقول ربما تحدث انتقالة فيما يتعلق بالعمل الثقافي ولكن هذا طبعا يتوقف على حسابات أخرى حسابات مالية وإدارية يعني تعرض عمل المؤسسات يختلف عن عملنا كأفراد أو كناس مهتمين أو مشتغلين بقضايا الثقافة والإبداع والفنون ولكن هذا التوجه الآن موجود والانتقال بهذا الملتقى من كونه نشاط مجرد نشاط سنوي إلى كونه حالة ثقافية أنا في تقديري سيتحقق بشكل أو بآخر سيتحقق ولأن تحقيقهم أمر بسيط للغاية يعني لا يتطلب جهد كبير لا يتطلب أن أخذ أنا خمسة شعراء فازوا بجوائز الملتقى في الشارع الفصيح وأخذهم إلى الناد الثقافي في أمسية جماهيرية كبيرة هذا لا يتطلب أي جهد يتطلب فقط مجرد تخطيط وتنسيق لا يمنع يعني لا يتطلب جهد أن أخذ الكتاب القصة الذين حصدوا الجائزة الجوائز القمس ونظم ورشة عمل لمدة ثلاث أيام في الجمعية الكتاب أو في الناد الثقافي أو في المنتدى الأدبي أو في جامعة سلطان خابوس أو في أي من هذه الجامعات أو المؤسسات التي ترعى العمل الثقافي هذا لا يتطلب سوى النواية صادقة والرغبة والتخطيط ونفس الحال فيما يتعلق بالشعر الشعبي لا يقصد هذه أمور يمكن أن تتحقق ويمكن أن يتحرك هؤلاء الشعراء ويمكن أيضا أن يثق علاقة هؤلاء المبدئين الشبابي وسائل النشر اليوم بالإعلام أيضا من خلالكم أنتم أن يعطوا الفرصة يعني الخوف الحقيقي الآن الذي يثير يعني أنا البعض بعض حتى بعض لجان التحكيم أثار بعض الأسئلة في اللقاءة الجانبية أنه عندهم ملاحظات أن بعض الشعراء بعض الكتاب وكتاب القصة هم شعراء وكتاب قصة للملتقى نعم إلى كاتب كاتب يحفر في الصخر يعني بيديه فالأفكار كثيرة والتطلعات كثيرة والأحلام كثيرة ولكن بطبيعة الحال تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود واللي يعني إن شاء الله تتحقق وإحنا محتاجين إلى أسماء أيضا جديدة في الساحة الثقافية في السلطان نعود إلى نزوة أستاذ محمد والملتقى يقام في نزوة للمرة الثالثة لكن المختلف هذه المرة إنه نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية ما نصيب نزوة من الملتقى غير احتضان الفعاليات ورعاية الفعاليات فيها؟ نصيب نزوة الأساسي وطبعا وجود الملتقى في نزوة هو إضافة للملتقى من جهة هو لكن إضافة أيضا للبرنامج الشامل لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام الفين وخمسة عشر فأولا المسابقة البحثية مخصصة لنزوة يعني كل ما يتعلق بالتاريخ والتراث الأدبي والثقافي أعلام هذه المدينة كانت هذا واحدة من شروط مسابقة البحث أن يتم التركيز على نزوة هذا من جهة من جهة أخرى أنه فرقة الدن المسرحية التي قدمت عرضا هنا في نادي نزوة وهي فرقة أهلية من هذه الولاية فهذا أيضا بعض الشعراء الذين شاركوا ليس في المسابقة ولكن في الأمسيات المصاحبة لهذه الملتقى بعضهم من هذه المنطقة نزوة نعم هي عاصمة الثقافة الإسلامية ولكن هي يعني مدينة هي عاصمة ثقافية وعلمية عريقة لعمان ولجميع العمانيين وبالتالي مجرد وجود هؤلاء الشباب في هذه الولاية الاحتكاك بزملائهم ربما من هذه الولاية أنا في تقديري هذه إضافة مهمة في حدي ذاتها لكن لماذا لم تنظموا أستاذ محمد أيضا على هامش فعاليات الملتقى زيارات مثلا للمواقع الأثرية والتاريخية في منزوة وخاصة غالبية المشاركين ربما هم من خارج الولاية هذه ملاحظة مهمة للغاية وأثيرة أيضا وكنا فكرنا في الحقيقة لما كنا نخطط للملتقى في أنه بالفعل نعمل مثل ما يقولوا يوم مفتوح وكانت واحدة من الأفكار أن الذهاب مثلا يوم مفتوح والغدا في الجبل الأخضر أو الجولة في لكن كما لاحظت نائل الجدول مشدود كثيرا ومزحوم كثيرا وهدفنا الأساسي الدرجة الأولى هو تجميع هؤلاء الشباب وإتاحة الفرصة للقراءات واللقاشات اليوم يختلف أيضا يعني اليوم أنتم لاحظتم كم من الوقت الذي تستهلكه الجلسات الشعر ليس في القراءات ولكن في النقاش في النقاشات في النقد الذي يقدمه أعضاء لجنة التحكيم فتستهلك وقت كبير فلربما في العام القادم والعوامل القادمة يعني هو الملتقى أيام الملتقى الخمس أيضا أيام ليست قليلة حقيقة في كثير من الملتقيات والتجمعات حول العالم لا تتجاوز الأيام الثلاثة في حين أنت أمام خمسة أيام ممتلية مزدحمة من الصباح للمساء فأتفق معك على هذه الملاحظة وأعتقد ملاحظة وجيها ويجب أن يؤخذ بها ولكن أيضا هناك ملاحظة أخرى أنا أتمنى من الشباب الذين يستمعون الآن أنه أنا أتمنى أن أراهم أكثر حرصا على الحضور على الالتزام بالمواعيد والحضور لأنه نحن أحيانا وأنا أعطيت ملاحظة من أول يوم في أول جلسة في هذا الملتقى أنه أضعنا نصف ساعة فقط في انتظار وصول المشاركين فالوقت ثمين في الحقيقة ونحن نتمنى أنه وحاولنا هذا العام طبعا نتعامل إداريا مع المشاركين بشكل مختلف كنا أكثر صرامتا وإلحاحا وعلى الحضور يعني ألغينا فكرة الذهاب بالسيارات الخاصة يعني الانتقال بين الفندق وبين الجامعة نزوى مقر رقامة الأنشطة الذهاب في حافلات مخصصة لهم فمثلة الوقت مهمة عندما يلتزم الجنيع بالوقت ويحرص عليه سنجد هوامش في زمن الملتقى لهذه الأنشطة التي تفضلت وذكرت هناك أيضا من ضمن الفعاليات المستحدة في هذا الملتقى فعالية شخصية الملتقى التي تكرمون طبعا عندما في هذه الحلقة ستكون قيمة هذه الفعالية فعالية تكريم الشيخ هلال العام تحدثنا عن هذه الفعالية شخصية الملتقى نعم هل هي لتكريم الشيخ هلال العام في هذا العام أم أنها مستمرة في الملتقى السابق عفوا القادمة لا هذا نشاط جديد هذه إضافة جديدة للملتقى ستستمر شخصية الملتقى الهدف من شخصية الملتقى هو تجسير العلاقة بين الأجيال بين جيل المشتغلين بالكتابة والفن والثقافة في عمان من الجيل الأكبر سنا والأجيال الشباب نقل هذه الخبرات التواصل تشبيك العلاقة بين الأجيال فشخصية الملتقى سيتم اختيار كل عام شخصية من الشخصيات الفاعلة ثقافيا الفاعلة في الحراك الثقافي في البلاد إن كان من بين الكتاب أو بين الفنانين بين الفنانين التشكيليين أو فناني المسرح أو الدرامي معنا كل من قدم إسهامات أساسية في الحياة الثقافية والفنية في البلاد هذا العام طبعا وقع في الحقيقة وجود الشيخ شاعر هلال العامري أنتم تعرفون جيدا وتعرفون ربما أكثر مني أن هلال العامري هو الأب الروحي الأب الروحي لهذا الملتقى هلال العامري في الحقيقة رعى أسهم وأنا أعرفهم من الثمانينيات أسهمات هذا الرجل لا تعد ولا تحصى على الساحة الثقافية إذا أحببنا أن نستخدم بعض المصطلحات نقول أن أفضل هذا الرجل على المثقفين والكتاب كثيرة وعديدة ولا تحصى وجوده بين الشباب هو في الحقيقة وليس تكريما له قدر ما هو تكريم لهؤلاء الشباب أن يلتقون وجها لوجه بهذا الرجل الذي أسهم على مدرسة طويلة في هذا الملتقى فسيتواجد هنا الرجل وسيتحاور مع الشباب المشاركين وأيضا سنحرص على الاستماع إلى الشباب خصوصا الذين يعني عايشوا هلال العامري عندما كان مسؤولا عن هذا الملتقى كيف ذكرياتهم معه يعني أنا ممكن أنت سليمان من أسماء الذين أيضا يعني شاركوا مبكرا في هذا الملتقى والتقيت بهذا الرجل وتعرفه عن قرب ربما نستمع منك إلى شهادة في ليلة تكريم شيخ للعامري إن شاء الله سؤال الأخير سيد محمد عن حساب الموقع أو الحساب الإلكتروني للملتقى سواء في تويتر أو في فيسبوك يعني لحظ قبل يومين مقدم الأمسية أو الجلسة يعتب على بعض الشعراء أو القاصين الذين لديهم متابعين كثر في تويتر مثلا أنهم لا يعملون إعادة تغريد للحساب لكن عندما تفتح الحساب تجد أنه غير مفاعل يعني يكتفي فقط بصور بسيطة وليس بعد كل صور كل الفعاليات ليس هناك مثلا فيديوهات أو يوتيوب للفعاليات بمعنى أنه الحسابين في الفيسبوك وفي تويتر غير مفاعلين بشكل كافي لهذا الملتقى مع أنه يعني غير مكلف هذا الكلام صحيح مئة في المئة يعني للأسف الشديد لم نستفد كما يجب كما خططنا كما تمنينا من هذه الوسائط المجانية وسائط وسائل تواصل الاجتماعي تحديد كانت الخطة أن تكون هناك استفادة وأنشئت هذه الحسابات لتكون فاعلة ولكن للأسف الشديد لظروف كان كلف أحد زملائنا وهو في الحقيقة رجل متخصص يعني في وسائل تواصل الاجتماعي ورجل نشط ولكن لظروف خاصة به لم يتمكن من المجيء واضطر أن يأخذ إجازة فيسبوك يعني إلى حد ما فعال تويتر لم يكن فعالا ولكن تم تفعيله من اليوم التالي لهذه الملاحظة فأصبح الآن حاضرا أنا أستطيع أن أقول من الآن أن العام المقبل ستكون الاستفادة أكبر من هذه الوسائط وندعو أيضا كل الأصدقاء كل من يستمع أنه لمتابعة حساب الملتقى اللي هو كلمة واحدة بالإنجليزي شباب أدب وفن على تويتر وعلى الفيسبوك وأنه مساعدتنا على نشر هذين الحسابين عبر عمل اللايك في الفيسبوك وعمل متابعة في تويتر وإعادة تغريد ما يعني ما يضاف فيما يتعلق باليوتيوب لم تنشأ بعد هذه القناة ولكن ستنشأ ولدينا هذا العام يعني مصورين يوثقون بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي كل الأحداث موجودين طوال أيام هذا الملتقى فيما بعد سنأخذ كل هذا الارشيف إن كان الفيديو أو الصور كل هاي الذي أنجز ويتم تقطيعه وتحريره بشكل جيد ويتم بثه في قنوات اليوتيوب وهناك تعاون بينكم بين تلفزيون سلطنة عمان لنقل الفعاليات أو نقل الجلسات أيضا؟ هناك تعاون طبعا يعني هما في الهيئة العامة لذاعوا التلفزيون حقيقة ما قصروا أيضا موجودين ويكفي وجودكم أنتم معنا هنا يعني واحدة من الدلالات على هذا الاهتمام لكن أنا أفهم جيدا أيضا حسابات التلفزيون دائما يعني ربما أولوياتهم كثيرة بس نحنا كنا نطمح من أنه محطة عمان مباشر أن توثق تسجل لأنه هذه مادة موجودة ومتوفرة ومادة جيدة أنه توثق كل هذه الجلسات القراءات الشهرية القصصية الجلسات اللقاش جلسات النقاش في الفندق لأنه في الحقيقة التلفزيون خصوصا قناة عمان مباشر يعني لو حبت تجمع كل هذا العدد في مكان واحد ستصرف الأموال الكثيرة في حين تم تجميع هؤلاء الشباب من مناطق السلطنة المختلفة تحت سقف واحد متوفرون لي حوارات للقاءات لكل شيء فنتمنى ربما الدورة القادمة يمكن الاهتمام بس ثم كانوا موجودين طبعا التلفزيون في الابتتاح وبثوا الحقيقة وقبل بدء الملتقى أيضا قاموا بالتغطية في المؤتمر الصحفي فالشكر لهم يعني شكر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وتحديدا الشكر يعني للمعالي الدكتور عبدالله الحراصي وهو صديق للكتاب والمبدعين والفنانين ودون شك أنه الرجل يعني سيسعى ربما لأن يُعطى الجانب الثقافي في البلاد مساحة التي يستحق في التلفزيون أو في الإذاعة يعني بالفعل العمل الثقافي في الإذاعة وبرامج الإذاعة الثقافية كانت الإذاعة العامة وإذاعة الشباب لديها مساحة ومساحة كبيرة ومساحة مهمة وأنا من الناس منذ عدت يعني أستمع إلى برامج الثقافية في الإذاعة وتابعها بحرص يعني قدر الإمكان لكن نتمنى أن التلفزيون يعطي مساحة أفضل كل التوفيق نتمنى للملتقى الأدبي في هذا العام وفي عوامه القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد اليحيائي مستشار بزارة الطراث والثقافة عضو اللجنة الرئيسية للملتقى الأدبي والفني للشباب الـ 21 ورئيس اللجنة الإعلامية لهذا الملتقى على هذه الإضاءات حول الملتقى الأدبي والفني للشباب الـ 21 ونتمنى أن نلتقى إن شاء الله في حوارات واللقاءات قادمة شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا لكم نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطانة عمان ونبقى في مدينة نزوى حيث تحتضن فعاليات الملتقى الأدبي والفني للشباب الـ 21 لنقدم نصين من النصوص التي قدمت فيه ونبدأهما بنص قصاصة من مخطوط قديم للشاعر حسام الشيخ قصاصة من مخطوط قديم وحدي إلى أين أمضي والمدى سفر أمد للحلم أضلاعي فتنكسر ناي على شفة الضمأ ولرئة مثقوبة كل أنفاسي بها هدر عار خلعت قناعي من تبهت إلى أني خلعت أبي والصاقطت صور أمشي إلى منتهى عمري وأعثر في هذا الطريق على أشلاء من عثر أشحت عن درب أسلافي إلى جهة مجهولة كي أرى ما خطه القدر نسيت بالدار طفلا كان يشبهني ورحت أبحث عني وانقض العمر الريح تعبث من خلفي بذاكرتي فأستجير بأسمائي وأستتر هناك في الضفة الأخرى أنايا جرى منذ الخليقة فيما بيننا نهر جلست أرسم فوق الرم خارطتي والرمل ينساب من وقتي ويندثر سر أفتش عن معناه من طفأت حول المسافة إلا بان لقمر فرشت غلي لطير حط أتعبه طول العبور وحامت فوقه عصر بين الولادة والموت القريب يد تمتد لي وقيامات ومنحدر لم أدخر لرحيلي غير أشرعة تمزقت ورداء بله المطر وقبضة من تراب حينما دميت رجلا نبيا بها من جرحه أثر آمنت بالرعشة الأولى ثرى بدمي وحي السماء فليت الناس ما كفروا تمر بالشاطئ المنسي قافلة عند الغروب ووجه الشمس يحتضروا ناديت أين أنا أين الذين هنا كانوا أما وقفوا صبرا وما انتظروا مروا وحاديهم السكران من طرب في ذا الوجود وشالي كلهم عبروا على جدارك خط الطفل أمنية قبل الرحيم ولم تستنطق الجدر كان هذا شاعر حزام الشيخ قارئا قصيدته قصاصة من مخطوط قديم أما الآن فنستمع إلى قصة من الكاتبة بشاير من حبراز السنوية قلح منكبا على وجه أبيه النائم يرسم شاربين كثيفين ولحية غليظة يسيل لعاب أبيه فيجرف معه الشعرات المرسومة بعشوائية يجففه بمحرمة ويعاود الرسم شخير الأبي المزعج يوتره أحيانا فتصير الخطوط عوجاء ومموجة فيضطر لثوان أن يسد من خري والده بإبهامه وسبابته لبرهة رسم ذات ليلة لأمه أقراط طويلة بعدما ألحت على والده أن يبتاعها لها وما كان يفعل فما كان بعد رسمه ذاك إلا أن رآها سعيدة بالأقراط الطويلة صباحا يتذكر وصف أقرانه لوالده يوم اجتماع أولياء الأمور في المدرسة بأنه قلح على عكس آبائهم ذوي اللحة طويلة فيمد الخطوط حتى منتصف قميص النوم الذي يلبسه والده على الفطور كان وجه أبيه صافيا ككل يوم ولا أثر للحية التي رسمها ولكنه بعدما أنهى فطوره وذهب ليغسل يديه وجد شعرا طويلا على المغسلة وموسى حلاقة كانت هذه قصة تجلح لبشاير بنت حبراس السليمية موسيقى نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية من إذاعة سلطنة عمال عشرون عاما من الاحتفاء بالمبدعين الشباب ورفض الساحتين الأدبية والفنية في السلطنة بأسماء وأصوات بات بعضها معروفا وله حضوره على الساحتين الأدبية والفنية المحلية والخارجية سجل الملتقى الأدبي للشباب الذي تحول في دورته الحادية والعشرين إلى الملتقى الأدبي والفني للشباب ذاكرة لا تنسى وإذا كانت البدايات الأولى لأي كاتب تظل عالقة في ذاكرة فإنها كذلك بالنسبة للمشاركات الأولى في أنشطة على مستوى الملتقى الأدبي للشباب الذي يعتبر جامعة يتخرج منها الأدباء العمانيون الشباب وينطلقون إلى آفاق رحبة من الإبداع ولأن مدينة نزوى تحتفي هذا العام بكونها عاصمة للثقافة الإسلامية ومع هذا الاحتفال تنعش ذاكرة بعض المشاركين في فعاليات الملتقى الأدبي والفني في دورته الحادية والعشرين وهم يعودون إليها من جديد بعد مشاركات سابقة في الملتقى كانت في نزوى أيضا ففي ثلاث دورات من دورات الملتقى الأدبي للشباب كانت مدينة نزوى محط رحالي هذه الاحتفالية البهيجة التي تجتمع فيها نوارس الشعر والأدب لتحلق في سماء الإبداع وكانت في كل مرة تسجل ذاكرة حافلة بالصور والحكايات في الدقائق القادمة نستمع إلى تجربة الكاتبة هدى حمد مع الملتقى الأدبي ونطوف على الحكايات التي اختزنتها ذاكرتها من مشاركاتها السابقة في الملتقى بشكل عام وفي نزوى بشكل خاص كانت البداية الأولى عام 2005 أتذكر إلى الآن هذا التاريخ جيدا كان أول صيف إلي في السلطنة بعد أن كنت عائدة من جامعة حلب وكنت في تلك السنة متخرجة وكنت أقرأ عن مسابقة الملتقى الأدبي ولا أعرف عنها شيء لا أعرف عن عوامها السابقة أي شيء فكان لدي نص جاهز العتمة كحيز آمن ورسلته للمسابقة وتفاجأت أني كنت من ضمن الخمسة عشر الموافق على ذهابهم فكانت نزوى التي أزورها اليوم للمرة الثانية كان ذلك في 2005 وبدأت أولى علاقاتي بالملتقى الأدبي بدأت أولى علاقاتي بالمحيط العماني أصلا بأن أرى أسماع عمانية بكتاب في لجان التحكيم شباب من مثلي يرتجفون على المنصة ينتظرون رأي لجلة التحكيم ينتظرون النتائج وكانت أيضا لقائي الأول بالشيخ هلال العامري شخصية مختلفة تماما شخصية مؤثرة إلى الآن أذكره بشكل جيد وكان له دور كبير في مسألة استمرارية من عام 2005 إلى عام 2015 الشيء المختلف في الملتقى الأدبي هي الفرصة التي أعتبرها الفرصة الذهبية التي لو استطاع الشاب أن يقتنصها لصنع شيء مختلف بمعنى أنك متاح لك خمسة أيام ذهبية أن تلتقي بكتاب أن تجلس أن تتحاور أن تقرأ أن تستمع إلى نص آخر هذا الفضاء في مكان مثل عمان غير متاح كثيرا ولا يتسنى حتى لمن يسكن مسقط أن يتاح له هذه الأجواء الحميمية الجلسات المسائية التصالم في الآراء الرأي والرأي الآخر هذه الفرصة استطاعت البعض من الأسماء أن يغتنمها بشكل جيد جدا ولمسنا ذلك في نصوصهم لمسنا ذلك وهم يتطورون من سنة إلى أخرى بينما بالمقابل بقي نوع آخر من الكتاب يكتب لأجل مسابقة يكتب نص واحد في السنة يأتي ربما لا يتغير لا يتغير ما يكتب لا تتغير طريقته لا يتغير حتى وعيه لكن خرجت بالفعل أسماء مهمة من عباءة الملتقى الأدبي وستطاعت أن إذا أستطيع أن أقول أن الملتقى الأدبي صنع نجوم في سلطنة عمان استمروا وربما تحولوا أنا إذا كان أستطيع أن أقول أني من المتحولين أنه بدأت في 2005 كمشاركة وفي عام 2015 أتحول إلى لجنة تحكيم يعني أنا أعتبر هذا شرف وشيء أفخر به كثيرا حضرت الملتقى الأدبي بأكثر من صفة الصفة الثالثة عدى المشاركة ولجنة التحكيم بصفة الصحفية بصفة المراقب بصفة من يأتي لي لينظر من الأعلى إلى المشهد الملتقى الأدبي ويرصد حالاته واختلافاته ويعمل فيه استطلاعات ومقالات للرأي ما ألحظ أن الشباب اليوم ينقصهم أنهم بحاجة إلى وصفة سحرية لكتابة نص جيد وهذا تولد لديهم الاستعجال الكتابة تحتاج إلى صبر وإلى أنا وإلى تريث وإلى إنضاج التجربة ونحن نتحدث كثيرا حول ما يسمى بإنضاج التجربة وتطور النص عبر القراءة وعبر الإصطدامة المباشرة بالحياة ومغامرة الكتابة في حد ذاتها ملتقى نزوة ملتقى يعني وأنا فيه في 2015 يجعلني أستعيد أشياء كثيرة عن البدايات عن العثرات الأولى ويعني أسعد بنفسي أنه على مدى نصف عمر الملتقى الأدبي أتجاوز فيه نفسي يعني لي كثيرا الملتقى الأدبي وسأكون حريصة على أن آتي إلي والجميل في الملتقى الأدبي أنه فيه ناس أصلا يحضرون إليه من تلقاء نفسهم ربما لا تصلهم حتى بطاقات دعوة وهذا يدل على شيء فهو يدل على نجاح الملتقى وأكثر ما أسعدني فيه ناس شاركوا في القصة القصيرة مثلا لدينا السنة ولم تدخل نصوصهم إلى المسابقة لكنهم جاءوا يعني جاءوا ودبروا أمور بقائهم وسكنهم إلى آخره وفقط يقولوا إحنا جايين عشان نستفيد أو جايين نعرف نصنا لم يدخل لماذا دخل الآخر بماذا بأي خطوة يسبقنا فالملتقى الأدبي يصنع حاله هذه الحالة الثقافية المهمة والمغذية للشباب كانت هذه الكاتبة هودا حمد متحدثة عن ذاكرتها في المشاركة في الملتقى الأدبي بشكل عام وفي مدينة نزوى بشكل خاص إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية والتي قدمناها من مدينة نزوى وخصصناها للملتقى الأدبي والفني الحادي والعشرين للشباب حتى نلتقي في حلقة الأسبوع المقبل تقبل تحيات طاقم البرنامج في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية وسليمان بن علي المعمر وهذه تحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني موسيقى 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 يا رب تحفظها لنا لنا وعالي ربنا وعالي أمنا نبديها برواحنا وأولادنا ودنبنا نبديها برواحنا وأولادنا ودنبنا يا أرض وارض اجتاد نحنم بحب النادي يا أرض وارض اجتاد نحنم بحب النادي ما فيه من لا تقبلك الكل في حبك شهد ما فيه من لا تقبلك الكل في حبك شهد فداك الروح والولد الولد يا رب تحفظها لنا وعالي حبنا وعالي حبنا نبديها برواحنا وأولادنا ودنبنا نبديها برواحنا وأولادنا ودنبنا نبديها برواحنا وأولادنا ودنبنا شكرا